بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة العاشرة منهج النشاط نتناول في هذه الوحدة الموضوعات التالية أولا مفهوم منهج النشاط ثم نوضح نشئة منهج النشاط كما نتناول خصائص منهج النشاط ونعرج في هذه الوحدة على مميزات منهج النشاط وكذلك عيوبه وأخيرا خطوات تطبيق منهج النشاط أولا مفهوم منهج النشاط تهيئة مواقف تربوية يتم اختيارها في ضوء حاجات المتعلم ذاته بحيث تتضمن عملية الاختيار هذه إقبال الطالب المتعلم على الموقف إقبالا ذاتيا يحقق تفاعلا كاملا بين كل من المتعلم والموقف مما يؤدي إلى إكسابه أشياء جديدة ذات معنى له أما عن نشأة منهج النشاط فمنهج النشاط يرجع في أصله إلى جنديو حين أنشأ أول مدرسة ذات نشاط معين في عام 1896 وهي ملحقة بجمع الشيكاغو وقد قام هذا المنهج على أربعة دوافع أساسية للتعلم هي الدافع الاجتماعي والذي يتمثل في رغبة الطفل بالمشاركة مع الآخرين بخبراته وذلك عن طريق اللعب والحركة والنشاط الدافع البنائي والذي يبرز في تشكيل الطفل للمواد الخام في صور أشكاء مفيدة الدافع إلى البحث والتقصي وأيضا التجريب عند الطفل والذي يتضح في قيامه بعمل بعض الأشياء من أجل معرفة ما يحدث أو معرفة ما يترتب على ما يقوم به وأخيرا الدافع التعبيري أو الفني ويتمثل في قدرات الطفل على الاتصال والإبداع والتخيل كما يبدو في التعبير عن ميوله عندما يتفاعل مع زملائه ترجمة نانسي قنقر